بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة الجن وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن مقدمة عن اسم السورة واليوم إن شاء الله نشرع في تفسير الآية الأولى من السورة إن شاء الله وقبل ذلك كان كنا قد توقفنا عند سؤال تركناه في الحلقة الماضية وهي أنه هل النبي عليه الصلاة والسلام التقى مع الجن وتحدث معهم أم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوحي إليه بأن الجن استمعوه وسمعوا لقراءته دون أن يتكلم معهم ودون أن يراهم حقيقة هذه المسألة وقع فيها خلاف عند المفسرين وعند المحدثين كذلك نتيجة أنه نقلت لنا الأخبار عن طريق الأحاديث فلنا رأي عند ابن عباس يعني هناك رأيان رأي لابن عباس ورأي لابن مسعود فقول ابن عباس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى الجن وما تكلم معهم إنما الذي حصل فيما يرويه الترمذي أنه وكذلك روية في يعني حالي الصحيحة في غير الترمذي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى سوق عكاظ هو وبعض أصحابه فأدركتهم الصلاة فصلى بهم صلاة الفجر والجن جاءوا فاستمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك يعني فيما يرويه ابن عباس يقول أن الجن أرادوا أن يصعدوا إلى السماء فمنعوا من ذلك بالشهب فرجعوا إلى إبليس فقالوا له يعني قد حيل بيننا وبين خبر السماء أي منع بيننا وبين خبر السماء فقال إنما ذاك لأمر حدث في الأرض فنشر أتباعه في الأرض يبحثون عن الخبر فمنهم كان الجن قد أرسلوا إلى الحجاز ووجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي واستمعوا لقراءته صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى قومهم منذرين أنذروهم بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء فأرسل أتباعه إلى أسقاع الأرض يبحثون عن السبب فحتى وافق جماعة ممن أرسلهم إبليس وافق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة الفجر بأصحابه فجلسوا فاستمعوا 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 للنبي عليه الصلاة والسلام دون أن يشعر النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجعوا إلى قومهم منذرين وهذا ما ذكره الله عن قول الجن قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا وهذا الذي نقلوه إلى أصحابهم وإلى قومهم هذا في قول ابن عباس وفي رواية أخرى أن إبليس يعني قال هذا الذي حيل بينكم وبين خبر السماء وكان يعني حيل بينهم وبين خبر السماء ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أنه حيل بينهم وبين خبر السماء على التضعيف بمولده صلى الله عليه وسلم ونالك قولين لكن الأكثر على أنه حيل بين الشياطين وبين خبر السماء بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى هذا أن الشهب لم تكن موجودة يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام لا الشهب كانت موجودة وسنتكلم عن هذا عن هذه الجزئية إن شاء الله عندما نصل إلى الآية التي في قول الله تعالى وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسم فما يستمع الآن يجد له الشهر من رصدة سنتكلم إن شاء الله بتفصيل عن قضية الشهب هل هي كانت موجودة في الجاهلية موجودة قبل بعتة النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه الشهب يعني وجدت بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وسنفصل إن شاء الله القول فيها لكن هناك رواية أخرى أيضا للسدي يقول أن إبليس قال لأتباعه اتوني بقبضة من تراب الأرض كل منطقة من الأرض يأخذون قبضة تراب يقول فأتوا له بقبضة من تراب مكة فشمها قال صاحبكم في مكة الذي يعني منعنا وحيل بيننا وبين خبر السماء من أجله في مكة نعم هذا قول يعني ابن عباس ويعني يقول التلمذي وفي هذا الحديث أيضا فيه فوائد على أنه يعني أنه ليس فقط الذين يستريقون السمع ومشياطين بل حتى الجن يستريقون السمع والذين يقذفون أيضا ليسوا ليسوا فقط الشياطين بل حتى الجن أنه إذا أراد أن يرتقي وأن يصعد ويتجاوز قدره أيضا في استراق السمع فأيضا يصاب بما أصيب به الشياطين هذا القول الأول لقول ابن عباس القول الثاني هو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غاب عننا في ليلة افتقده أصحابه صلى الله عليه وسلم فما وجدوه فخافوا عليه قالوا إما استطير أو اغتيل استطير يعني أنه طارت به الجن أو خطفته الجن أو اغتيل والاغتيال هو القتل خفية يقول فباتوا بشر ليلة أصحاب النبي باتوا بشر ليلة خائفين على النبي عليه الصلاة والسلام يعني أين ذهب وليس له خبر قال فأتاهم الفجر فقال أتاني داعي الجن فذهب إليهم عليه الصلاة والسلام وكلمهم وكلموه وقرأ عليهم القرآن وثم أخذهم إلى المكان الذي يعني كان فيه عليه الصلاة والسلام و أراهم نيرانهم وآثارهم المكان الذي كانوا فيه وهذا يعني قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هناك رواية ضعيفة عن ابن مسعود قضية أنه يعني ليس النبي فقط هو الذي رأى الجن إنما أخذ معه أحد الصحابة وهي رواية ابن أبي داغود وأيضا ذكرها البيهقي وغيره أيضا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من يأتيني من يأتي معي أنه يعني يذهب معي للقياء الجن والقراءة على الجن يقول فلم يقم أحد فعادها فعادها ثلاثا وابن مسعود في الثلاث مرات يقول أنا يا رسول الله قال فأخذني فأسرنا في رواية أنه إلى مكان وادي الحجون في شعب ابن أبي دب وفي رواية أخرى أنه قرب حائط المسجد فخط لي خطا وطبيعي روايتين وحدة بالمدينة وحدة بمكة حتى يعني نقول أنه أي مسجد هذا روايتين يقولون واحدة في مكة وواحدة في المدينة رواية ابن عباس في مكة ورواية ابن مسعود في المدينة يقول ثم أمره أن يجلس في مكانه قال وأمره أن لا يخرج من هذا الخط أو الدائرة التي خطها حوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأخذوا يحجلون يحجرون عليه ويدفعون الحصى هكذا ينزلون من الجبال قال حتى تكاثروا عليه ولم أرى النبي عليه صلى الله عليه صلى الله عليه فخفت عليه فقمت فوقف سيدنا ابن مسعود خوفوا على النبي عليه صلى الله عليه فأشار إليه النبي هكذا أي اجلس اجلس فجلس ابن مسعود قال فبدأ النبي يقرأ عليهم القرآن فكلما يقرأ التسقوا في الأرض التسقوا في الأرض حتى يعني يقول كأنهم الزط الزط هم يعني رجال الهنود الهندي الأسود يعني هكذا أشكالهم وكأن رؤوسهم المكاكي يعني المكاكي هوطاس أو مكيال من مكاييل أهل العراق يكون من فوق يعني صغير ومن تحت عريض أي اجسامهم كبيرة ورؤوسهم صغيرة هذا الحديث حقا ضعيف والمعول عليه أنه لم يرى أحد أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فقط هو الذي ذهب إلى ذلك الموعد الذي حصل التوفيق في ذلك حقيقة العلماء تكلموا في التوفيق بين الروايتين في رواية ابن عباس ورواية ابن مسعود رضي الله عنه نجد أن البخاري نفسه عندما نقل رواية ابن عباس يعني لم ينقل قول ابن عباس فيها أن النبي لم يرى الجن ولم يكلمهم إنما فقط ذكر رواية ورواية الثانية في مسلم التي تقول عن نقل ابن عباس رضي الله عنه نجد أن الإمام النووي ومن بعد إمام بن حجر وبقية العلماء تكلموا في جزئية التوفيق بين هذه قالوا أنه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا وهو سمع الحادثة وابن مسعود رضي الله عنه كان كبيرا يعني شاهد الحادثة وكان هو يعني موجود في وقت ذلك الحدث العظيم لذلك التعويل على قول ابن مسعود رضي الله عنه وهذا الذي عليه يعني ذكره الإمام النووي وذكره بن حجر عسقلاني وذكره العين وذكره بن تيمية وجمع كبير معلماء على أن النبي رآهم وزاد الإمام القرطبي قال فسألوه الزاد وسألوه الطعام فدعا لهم أن لا يجدوا يعني عظما لنا إلا جعله الله أوفر ما يكون لحما لهم ولا روث لدوابنا إلا جعله الله علفا لدوابهم وحقيقة هذا الحديث يعني يستفاد وذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث كذلك لأنه من طعام الجن صحيح أنهم يعني يأكلون ويشربون لكن طريقة الأكل كيفية الأكل يعني العلماء تكلموا في ذلك وقالوا على أنه ربما يكون المؤمنون منهم يأكلون ما سمي عليه ما كان ما ذكر رسم الله عليه أما الكافرين فربما يأكلون يخطفون الطعام أو يسرقونه أو يأكلون النجاسات حال الجن حقيقة في كيفيتهم ما نستطيع أن تكلم بأمر غيبي إلا ضمن ما جاءنا من شواهد وما جاءنا من آثار أو يعني أقوال عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني أجمع عليه العلماء أو ذكرهم العلماء على أنه يعني توافق عليه بالصحة هذا الذي نستطيع أن نتكلم في أمر غيبي لكن قضية أنهم لهم دواب وهم لا شك أنهم يسبقون في القدم في هذه الأرض وقضية أنه يعني تذكرون الحمد للسلماضي تكلمنا على أنهم هم المكلفون بالعبادة هم لهم الجنة والنار وتكلمنا عن هذا أي أنهم مكلفون بالعبادات لكن يعني هيئات العبادات هل هي كهيئاتنا في صلاتنا وفي صيامنا وفي غير ذلك الله أعلم يعني ما عندنا دليل قطعي في قضية أنه يعني صلاتهم كصلاتنا ووضوءهم كوضوئنا مثلا إن كان لهم وضوء لكن نعلم أنهم مكلفون بالعبادة تكليف عام أما تفاصيل الشريعة وفرعيات الشريعة ربما يكون بيننا وبينهم خلاف لأن الله سبحانه وتعالى جعلها ذلك الخلاف بين يعني بين الناس بين الأديان يعني قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة كل أمة لها طريقة في العبادة وطريقة في التعبد إلى الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الجن أيضا يعني لهم طريقة معينة علموها من النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فهم مكلفون قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الإمام النووي يقول وأجمع أهم العلم لأن النبي بعث للإنس وللجن فبعثته صلى الله عليه وسلم للجن يدل على أنهم أيضا قد علمهم النبي أشياء لكن ربما لم نطلع عليها لأنها لا تهمنا أو لا يخصنا الأمر في شيء ولكن لابد أنهم بما أنهم كلفوا بالعبادة فلابد أنهم قد بلغوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية عباداتهم ولا نشغل حالنا حقيقة في هذه الجزئيات لكن نحن ذكرناها لأن الأمر يقتضي الكلام عن قضية يعني عبادات الجن وأنهم مكلفون بالعبادة التوفيق في الروايات يقولون أنه الحادثة وقعت مرتان ربما أنه لما وقع في مكة أنه وافق أن يعني هؤلاء الجن الذين كانوا يبحثون عن سبب ما حيل بينهم وبين السماء وجدوا النبي يعني يقرأ القرآن دون أن يعلم فلما ذهبوا إلى قومهم أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر قومك أن الجن استمعوك وأنهم آمنوا بك ثم قص علينا القرآن خبر الجن في استماعهم للنبي عليه الصلاة والسلام وظاهر الآية يدل على أن النبي لم يكن يعني لم يرهم ولم يعلم بحالهم وهذا ظاهر الظاهر الموجود في سورة الجن أما سورة الأحقاف وصرفنا إليك نفر من الجن هذه أن الله سبحانه وتعالى صرفهم إليه أي أن الله بعثهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم للاستماع إلى النبي عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أو ماذا قرأ عليهم قالوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة الرحمن حتى أن النبي قال للصحابة لقد كان الجن يعني كلما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبا كان الجن يقولون لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فكان الجن يعني يرددون عندما يسمعون القرآن فقيل أنه يعني استمعوا إلى سورة الرحمن وقيل أنه استمعوا إلى سورة العلق وقيل أنه ماذا كان يقرأ عندما يعني النبي سمعوه ولم يكلموه قالوا كان يقرأ سورة الأعلى هكذا يرد في الروايات عدد الجن الذين جاءوا يعني واستمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قيل على أنهم يعني كان الجن عددهم سبعة وقد فصل العلماء في بعض أسمائهم ربما في روايات وفي يعني عشائرهم ومن أي قبيلة كانوا وغير ذلك من الأوصاف التي يعني كثرت في التفاسير وتكلم عنها أهل التفسير وهذا كله كما يعني نقول علم لا ينفع وجهل لا يضر المهم على أنهم جاءوا فاستمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهل كانوا من يعني على أي دين كانوا يعني نجد أنه في قول الله تعالى إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فيدل على أنهم كانوا يهودا كما ذكر ذلك جمع كبير من الفسرين قالوا كانوا يهود ولذلك ما اعترفوا بكتاب عيسى قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى والبعض قالوا لا إنما الجن الذين سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين والدليل على هذا ومنهم كانوا النصارى أيضا قالوا قالوا الدليل على هذا أنه أنكروا قالوا يعني ما اتخذ صاحبة ولا ولدة قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدة ما اتخذ صاحبة ولا ولدة أنه هذا إشارة إلى ما كان يقوله النصارى وعندما قالوا تعالى جد ربنا على من قال سنتكلم عن جد ربنا هذه لكن قالوا على أنه كانوا يقولون أنه الله سبحانه وتعالى له أصل والجد كما هو معروف أبو الأب أو أبو الأم فقالوا جد ربنا تعالى الله أن يكون له أصول نزل منها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة فقالوا قسم منهم كانوا مشركين وهذا المعنى الذي نقله نقلته الشياطين إلى العرب في فهمهم أن الملائكة بنات الله وغير ذلك من الأقوال التي يعني ما أنزل الله بها من سلطان فقالوا أنهم كانوا يهودا وقيل منهم كانوا مشركين ومنهم من قال أنهم كانوا من جند إبليس من خاصته وما الذين أرسلهم وكانوا من عشائر الكبيرة وقد ذكر كما قلنا أهل التفسير عن أسمائهم وعن بعض أسمائهم وبعض قبائلهم ولكن المهم عندنا أنهم كيف يعني سمعوا القرآن وهم ما كانوا على تلك الفصاحة كحال الإنس لأنه شك أن الإنس هم أقوى منهم في هذه الجزئية والدليل على هذا لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى مرات يقدم ويؤخر في القرآن من هو أقدر على الفعل ومن هو أقرب للفعل لاحظ عندما تحدى الله سبحانه وتعالى في الطيران الإنس والجن وتحدى في البلاغة الإنس والجن في الطيران أيوما أقدر الإنس أم الجن على الطيران واختراق السماء لا شك الجن فقدم الجن على الإنس فقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات فهنا قدم الجن على الإنس لأن الجن أقدر فكان التحدي مقدم به الجن لأنهم أقدر من الإنس في هذا الطيران ومع ذلك هو تحداهم تحدى الأقوى منهما لما تكلم القرآن عن قضية الإتيام بمثل هذا القرآن بمثل هذا الكتاب من هو أقدر على البلاغة والفصاحة على شكل الإنس فقدم الإنس على الجن قال قل له اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فهنا قدم الإنس لأن الإنس هم أكثر فصاحة من الجن لكن هنا هذه الآية هنا في سورة الجن تشير على أنه الجن رغم قلة معرفتهم لكن الله شرح صدورهم وبيّن لهم يعني قدرهم على فهم القرآن وفهم معاني حتى استطاعوا أن يفهموا كلام النبي وكانت آيات قلائل سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام كافية لأن تنقلهم من الكفر إلى الإيمان والتبرع عن كل ما كان من معتقاداتهم السابقة من أن لله أصول وأن له زوجة وله ولد وأن الملائكة بنات الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرة فهذه الآية كانت حقا صفعة لمشركي قريش على أن هؤلاء الجن الذين هم أقل منكم فصاحة كيف استطاعوا وكيف أنه لما كانت لهم القلوب السليمة أنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به لمجرد السماع دون الكلام ودون اللقية هناك من المفسرين أيضا ومما نقل على الأثر أنه كان أعدادهم يعني ورد عن إكرمة أنه كانوا 12 ألف جاءوا في المرة الثانية في المدينة قالوا هذا البيعة الثانية عندما جاءوا فتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به من أين جاءوا؟ البعض يقول على أنهم كانوا من جن مدينة نصيبين في اليمن لكن حقيقة الأشهر أن النصيبين هي في نينوة ورد أيضا في روايات أخرى أنه كانوا من جن نينوة من جن نينوة وهذا الأشهر وإن كان ورد بعض الروايات على أنه قالوا على أنه ليست رواية حديثية إنما فيما علق عليه بعض العلماء قالوا أن النصيبين في اليمن وهنا أيضا نشير إلى الجزئية يعني قد تشترك بعض الأسماء يعني مثلا نينوة موجودة في الموصل ونينوة موجودة في قرية في فلسطين لكن إذا ذكرت نينوة لا يذهب البال والخاطر إلا إلى نينوة التي في الموصل اعتبار أنها أشهر وأعرف وكذلك لو قيل عن نصيبين فنصيبين وإن كان يعني ربما أن يكون هناك يعني بعض القرية في اليمن أو منطقة في اليمن اسمها نصيبين لكن إذا ذكرت فيصرف الذهن إلى نصيبين المعروفة التي هي في شمال الموصل اللي الآن تقع في الأراضي التركية كذلك في مواطن كثيرة يعني مثلا بين نجد إذا أطلقت نجد هناك بعض منطقة في العراق تسمى أيضا نجد على اعتبار أنه لها ارتفاع ولكن إذا أطلقت لفظة نجد في الأحاديث لا يصرف الذهن إلا إلى نجد المعروفة التي هي يعني في جزيرة العربية وهكذا فالعلماء يعني عندما يذكرون وانا رجعت حقيقة معجم البلدان لياقوت فما وجدت يعني نصيبين وقد تكون موجودة أنا لا أنفي وجودها لكن على مراجعة البسيطة وتتبعي لها لم أجد نصيبين في معجم البلدان لياقوت فلذلك يصرف الأمر إلى نصيبين التي هي في شمال الموصل نعم سورة الجن كما قلنا من السورة العظيمة فيها أن الله سبحانه وتعالى يعني سخر بعض عباده لسماع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا دليل أنهم كلفوا بسماع النبي والأخذ منه صلى الله عليه وسلم كم مرة التقى النبي عليه الصلاة والسلام مع الجن هل هي مرة واحدة أم مرتين أم ثلاثة أم أكثر أم أقل حقيقة العلماء والمفسرون على أنه يعني أن الجن ربما استمعوا إلى النبي في مرات عديدة وضع أم عبيstä وهذا أمر ممكن لأنه أجسام غيبية يعني لا نراها فقد تكون أنه يعني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يراها النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أهل بعض المحدثين قالوا أنه يعني مرات كانوا التقوا مع النبي ومرات سمعوا منه ومرات استمعوا له دون أن يعني يراهم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ذهب يعني الآلوسي وبعض أهل التفسير على أن اللقاء بين يعني أو أنه عدد المرات التي التقى بها الجن مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ست مرات وعللوا ذلك قالوا لأنه يعني لا يمكن أنه يفهمون كل الشريعة في جلسة واحدة يعني وإن طالت ساعتين أو ثلاث لأن الشريعة عظيمة فربما يحتاجوا لأكثر من لقاء لكن الذي يهمنا نحن أنهم يعني مخلوقات كلفت بالعبادة وكلفت بالشريعة بأصول الشريعة وأما فروع الشريعة فلا شك أن تختلف بيننا وبينهم وأن لهم الجنة وهذا القول الأرجح قول القضية أنه الجن هل لهم الجنة هل يدخلون الجنة أم لا حقيقة أربع أقوال عند أهل العلم القول الأول وهو الأرجح والأكثر يعني تأييدا فيه على أنهم يدخلون الجنة وآيات القرآن شاهدة على ذلك القول الثاني على أنه الجن فقط جزاؤهم هو النجاة من النار هذه الجائزة التي لهم والقول الثالث على أنهم ربض في ربض الجنة في أطراف الجنة ومنهم من قال أنهم في الأعراف ومنهم من توقف عن من العلماء من توقف عن الخوض في ذلك لكن الله أعلم والأرجح الذي عليه أكثر أهل العلم وأكثر أهل التفسير على أنه في الجنة وخطاب الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن في فبيعية ألاء ربكما تكذبان وقضية لمن خاف مقام ربه جنتان والسورة كلها مبنية على خطاب الإنس والجن فلا شك أنهم بما أنهم كلفوا بالعبادة أيضا يكون لهم الجزاء على فعلهم هذا قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهنا قد نكون قد استكملنا في الكلام عن المقدمة في سورة الجن إن شاء الله على أن نبدأ في التفسير في الحلقة القادمة إلى ذلك الموعد نفسدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة